وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشي أن وزارة الطاقة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق وتنويع التزود بمصادر الطاقة المحلية والمستوردة بما يضمن استمرارية توفير التيار الكهربائي جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال مؤتمر التحديات والمعيقات لمستقبل أنظمة القوى الكهربائية والذي تنظمه لجنة سيغري الوطنية الأردنية وبمشاركة عربية ودولية واسعة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح الدراتك أشار إلى ندرة قطاع الكهرباء في الأردن وجودة نظام التشغيل الذي يتماشى مع المعايير الدولية من النواحي الاقتصادية والبيئية بالرغم من قلة الإمكانات ويبحث المؤتمر فرص تعزيز التفاعل وتبادل الآراء بين المشاركين ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات ومثلي قطاع الكهرباء والصناعة والخطط اللازمة لمستقبل أنظمة القوى الكهربائية على شبكة النقل والتوزيع ترجمة نانسي قنقر